انت محتاج تعرف معايا هو ايه الفرق بين المذاهب الاربعة عشان تقول لي ان احنا شفعية وليه احنا شفعية ويه الفرق بين السلفية والاشعيرة عشان تقول لي ان احنا اشعيرة مجايز انا حب السلفية جايز بس ياريد تعرف بس الاشعيرة الاول ترى مذهبك اصلا ايه خصوصا لما انت طول الوقت يقولك وها مصر بلد الازهر ومصر بلد الازهر وعاشت مصر وإسلامها ما دام هناك الأزهر طبعا الأزهر أشعري فالمعتز بإسلامية مصر وبتديم مصر وبأزهر مصر المفروض يعتز بالأشعارة ويعتقدها هي المذهب الأشعري مذهبه ولا يذهب بمشاعره وعواطفه وعقله إلى السلفية اللي تؤدي حتما حتما إلى التطرف والتعصب وغالبا إلى الإرهاب ومعليش يعني المعادلة كده ببساطة كل إرهابي سلفي مفيش إرهابي على وجه الأرض إلا وسلفي ده مش معنى أنه كل السلفي الإرهابيين لكن من المؤكد أنه كل إرهابي سلفي يعني مفيش حد يطلع بسك المسدس كده أو البندوية ويضرب بالرصاص أو يفخخ أو يفجر نفسه إلا وسلفي اللي هو رأيه أن أنت كأشعري يعني مش في السنة أصلا فيش حد هيفجر خالص كده إلا سلفي فيش أشعري هيعملها أبدا يبقى تعمل إيه؟ يبقى تفاهم الناس أنهم أشعارية عشان ما يتخطفوش للسلفي وتفاهم الناس وأنه يخالف رأيها أو مزاجها أو عندها شك في دوافع ما يقوله هذا المرأة أو ذاك الناس تبحث وتدور لكن موضوع مش محتاج معاناة كبيرة اسأل أي يعني حد في الأزهر هيقولك أنه الأزهر أشعري وإن إحنا أشاعرة اسأل أي حد في القضاء المصري يبقى ملزم بالمذهب الشفعي وإن كان طبعا من الأفق المنفتح يعني أنه يقبل بكل المذهب الأخر إحنا شفعية صحيح لكن بنتجاوز أبو حنيفة شكرا طول وقت في كاتب الكتاب يقولك على مذهب الأمام الأعظم أبو حنيفة النعمان إحنا متجاوز وبنطلق على مذهب أبو حنيفة وإن كان قانون الأحوال الشخصية المفروض أنه ينفتح على كل المذهب واندور على أيصر حاجة في كل مذهب وناخدها ومن ثم هنبقى دعا الحنابل خالص وغالبا الملكية لأنهم يعني لا يمكن بها حال من الأقوال أن تجد لديهم أيصر مما لدى الأحناف والشفعية الأزهر يا جماعة لما في العهد الفاطمي أنشئ كما نعلم جميعا سنة 975 ميلادية كان أول درس للأزهر أول درس في الأزهر أول حد أعاد وطبيعي أن الفاطمية الدولة الفاطمية كان دولة شيعية شيعية رسميا المذهب الإسماعيلي وكان بيتدرس المذهب الإسماعيلي لكن طول عمر الأزهر حتى في المئتين سنة بتوع الدولة الفاطمية كان بيتدرس كل المذهب إنما المذهب بتاع الدولة رسميا كان طبعا الشيع والقاضي بتاعهم كان الإسماعيلي القاضي الإسماعيلي يعني هنتكلم عن المذهب من ناحيتنا ناحية العقيدة اللي هو الأشاعرة والسلفية وناحية المذهب الفقهي فاللي حصل التحول خصل إمتى؟ التحول لما صلاح الدين الأيوبي جي مصر جي الأول بقى يعني مستدعة ومندوبة وحاجة ما تمكن من مصر وسيطر عليها فعمل أول حاجة إيه؟ ألغى المذهب الشيعي ودرس المذهب السنية فقط فيه كتاب رائع جدا للمقريزي العلامة المقريزي العلامة المصر العظيم يعني صادر عن اندار المصرية اللبنانية وتم تحقيق الكتاب يعني اللي هو بيقولك قابله بأصوله وأعده للنشر دكتور أيمن فؤاد السيد بيحكي لنا العنوان مذاهب أهل مصر وعقائدهم إلى أن انتشر مذهب الأشعارية ده المقريزي اللي كاتب الكتاب بيقول لنا المقريزي في صفحة 49 وخمسين الآتي بيقول لنا أنه صلاح الدين الأيوبي لما جي مصر عمل الآتي يا جماعة وأما العقائد فإن السلطان صلاح الدين حمل الكافة على عقيدة الشيخ أبي الحسن علي بن اسماعيل الأشعاري وشرط ذلك في أوقافه التي بديار مصر كالمدرسة الناصرية بجوار قبر الإمام الشفعي من الأرافة والمدرسة الناصرية التي عرفت بالشريفية بجوار جامع عمر بن العاص بمصر طبعا اسمها المدرسة الناصرية نسبة إلى لقب صلاح الدين الأيوبي كان اسمه الناصر والمدرسة المعروفة بالقمحية بمصر وخنكاه سعيد السعداء بالقاهرة استمر الحال على عقيدة الأشعاري بديار مصر وبلاد الشامي وأرض الحجاز واليمن وبلاد المغرب أيضا ولم يكن في الدولة الأيوبية بمصر كثير ذكر لمذهب أبي حنيفة وأحمد بن حمد ثم اشتهر مذهب أبي حنيفة في آخرها ماشي يعني المذهب اللي كانت شغال في مصر لغاية وقتها الشافعي فلما كانت سلطنة الملك الظاهر بيبرس جبال الظاهر بيبرس ولا بمصر والقاهرة أربعة قضاء أما هو أول واحد عمل لنا أنه يبقى فيه القاضي كان على طول قاضي شفعي أشعاري من قام صراحة دي الأيوب جيه بقى الظاهر بيبرس عمل القضاء أربعة كل مذهب له قاضي شفعي ملكي أبو حنيفة ابن حمل فكل واحد منهم يبقى قاضي على مذهبه وانت عايز تسأل على المذهب ده ده القاضي وبيحكم بالمذهب ده روح القاضي ده فانت ما الناس حسب يعني اليسر فواحد عايز ييسر على نفسه يروح للأحناف واحد عايز يعني يبقى وسط شوية كده في الأمتاع يقوم رايح للشفعية واحد عايز يعني يسده في وشه يقوم رايح لابن حمل كده لكن عموما كله المذهب بتوعى أشعاري المصر لما بيقول لنا برضو في كتاب جميل الدكتور عبدالجواد صابر اسماعيل عن مجتمع علماء الأظهر الباني الحكم العثماني بيقول لنا في مؤدمة الكتاب برضو قصة العمل وصلاح الدين الأيوبي نفرض على مصر المذهب الشفعي والمذهب الأشعاري وحزى حزو صلاح الدين السلاطين الأيوبيون من بعد فعشان تخد بالك بقى الدين الأشعارية في مصر انتشر فجدوا في إنشاء المدارس التي اهتمت بدراسة المذاب السنية وطراص أهلها حتى أصبح عدد المدارس الأليوبية في القاهرة 26 مدرسة للشافعية 7 مدارس للملكية 6 للأحناف 4 للحنابلة مدرسة واحدة وللشافعية والملكية معا 4 مدارس وللشافعية والأحناف معا 4 مدارس إنما خد بالك من كل اللي تبتشوفوا ده أنا عايزة أدينك والسلفية والحنابلة فين عندنا في مصر حتى في صحيح الدين ما بلسة واحدة طول وقت أقلية نادرة جدا ومتشددة وحولها المصريين إلى مثل شعبي يقول لك يا أخي ما تباشي حنبالي يا تباشي متشدد يعني إيه الطلطع ده تباشي حنبالي يا أخي وكان القضاء نفس الحكاية القضاء في مصر فضل طول الوقت وطبعا صلاح الدين عزل كل القضاء الشيعة وعمل القاضي عنده قاضي شافعي أشعري حتى القاضي الشافعي الأشعري قال إيه بتبقى للمساة الشافعي لو في مدينة أو قرية فيها جامعين يصلى في جامع واحد بس الجمعة صلاة الجامعة صلاة في جامع واحد فطبع صلاح الدين أيوبي على هوا الحكاية دي أفل الأزهر عن الصلاة وكان بيتصلى في جامع الحاكم بأمر الله بس حارة شفعي بارة 2020 أمام الله المهم جي رحلتنا هو من اول صلاح الدين أيوبي لغاية بالمناسبة اللي جد الموضوع اللي جد جد لما جه أه 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 احتلال عصماني المصر عمل ايه الاحتيالة العثمانية لمصر ولا حاجة اضاف للموضوع الاحناف لانه المذهب الفقهي للدولة العثمانية كالاحناف وفي ظن اشعارية